محمد توفيق علاوي قال في بداية هذا الأسبوع عندما قال أن الكابينة الوزرية أصبحت جاهزة قال تم الاختيار بعيداً اختيار الوزراء طبعاً بعيداً عن الكتل والأحزاب السياسية اليوم نشهد هناك خلافات حقيقية الكل يريد حصة في هذه الحكومة الجديدة وهو لا يعرف من سيرضي محمد توفيق علاوي بالنسبة للشعب هو شخص مرفوض كونه مجرب وكونه نائج دورتين ووجير اتصالات أيضاً في عهد المالكة وهناك ملفات عليه ولكن هنا نتحدث عن نشط نظر الطبق السياسي أنا لم أكمل الجانب الأهم في إعاقة محمد توفيق علاوي وهو الكتل الثانية الكتل الثانية الآن هي أكثر الكتل فساداً من دون كل المكونات الأخرى كل المكونات فاسدة ولكن هناك تباين أما الكتل السياسية الثانية التي تقول أنها تمثل الثانية الحقيقة هي حريطة على مصالح أحزابها وأشخاصها وشخاصها أبداً وهي تريد لها جزء من الكعكة وهي أكثر الكتل معارضة للمحمد توفيق علاوي كونه زي ضرب المطالح تلك الشخصيات وتلك الأحزاب السنية التي تعمل ليلة نهار من أجل التمزيق وتفرقة المكونات السني بكل محافظاته وكل مدنه وهذا ما شاهدناه اليوم إماد كبير وواضح جداً في الموصل في صلاح الدين وبقية المدن الأخرى كون هذه الكتل لم تستطيع أن تمثل أبناع السنة بصورة صحيحة وواقعية كونها أيضاً هذه الكتل هي بإطباط مباشر تأخذ العوامر من إيران ولذلك تتجدنها يوم حريطة على حدم تشكيل حكومة محمد علاوي الذي حسب ضعي المتواضع وحسب التسريبات التي وصلتني لأنه سيقوم بتشكيل حكومة ربما هناك فيها مفاجهات ربما هناك استبعاد كبير جداً لشخصيات سياسية كانت مرشحة وبقوة ولكنه تم استبعادها بأشخاص تقنقراط أو شبه تقنقراط وهذه هي مسألة الرئيسية لإستواجه حمد توفيق علاوي في المرحلة الحالية للإعلان عن الحكومة المرتقبة في بغداد